كافذان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة مفتغلنا جميعا هو الوصول لمحكمة الرقمية بالنسبة كان عندنا هناك المادة المدنية الحمد لله استطعنا أننا تعويض سجلات الورقية بسجلات الرقمية يعني مع كذلك في الصندوق المحكمة يعني السجل ما يهم العمل يدوي تم حدفوت أماما هناك معاملات كله إلكترونية بالنسبة كاننا مشرف يعني بداية واحد جريبة ولكن مالك أخصى دعم مالأسف والليكن أننا استطعنا عقد أول جلسة الرقمية في 2018 يعني في المادة الاجتماعية استمرت نعيقات تلك الجلسة كاننا طموح على أساس أن هذه العمية الرقمانة يعني عقد جلسات رقمية تهم السائر المواد المدنية ولكن الصعوبة هو أن هذه الرقمانة للمادة المدنية هذا ليس عمل خاص بمحكمة استناف بل هو خاص عمل يمتدوا إلى المحاكمة امتدائية في انتظار في انتظار أقول أنه انخراج الجميع وتوفير الوسائل اللوجيستيكية من أجل الوصول إلى المحكمة الرقمية نسعى إليها إن شاء الله على مقارن الجديد هو أنه في أواخر 2019 يعني كان عدنا لقاءات مع المديرة التحديث بوزارة العدل أنه كان الحمد لله أن الطموح لدينا هذا الطموح سابق ولكن الحمد لله كانت هناك إشارة إيجابية على أنه ستجتم مساعدة من أجل تحويل المادة الجنائية الزجرية كلها إسوة بالمادة المدنية ستختم رقبة جميع الإجراءات فيها هذا يحتاج من طايل الحال وحل جود مادي وتكوين عنصر البشاري هذا هو ما يسمى بالنظام ساجدة هذا النظام يعني نأمل أن 2020 يعرف التنزيل وتطبيق العملي لهذا النظام ساجدة على الصعيد حتى تكون مادة الزجرية كالمادة المدنية بالنسبة للمحاكمة امتدائية كون هناك رقمنة السجل العدلي تمت تقريبا واحد الصورة جدا متطورة في محاكمة تدائية كاملة كين السجل تجاري كذلك يتم وفي الرقمنة حاليا يعني بالنسبة ل وكما ذلك المحاكمة تدائية كذلك كرع عندها في النظام تهيالها في النظام ساجدة المادة مدنية كلها المحاكمة تدائية كل هذا المدن ساجدة المادة الجزرية يعني إلا كانت تجريبة بس أن شاء الله تكون ناجحة إن شاء الله محكم السنة فسأته أعمى مع المحكمة إمتزائية تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس بش يوصلكم كل جديد